اول سيارة مغربية تعمل بالهايدروجين اول سيارة من صنع مغربي اول رائد عربي وافريقي في صناعة السيارات ما هذا العشق لصدارتي للابداع والخلق والرياضة سؤال استنكاري بصدى ايجابي نسأله لانفسنا ونحن نتمعن بافتخار في صور يوم تاريخيا في القصر الملكي يجمع الملك محمد السادس بابنائه المبدعين المجددين والكاتبين لعهد جديد في تاريخ الصناعة المغربية بالامس ازدان صدر فوز النجاح ونسيم بالخياط بوسام ملكي وحظيت مشاريعهم بدعم مولوي وفي التفاصيل شركة نيو موتورز تنتج سيارة مغربية بنسبة ادماج تصل لخمسة وستين في المئة وفي التفاصيل ايضا ابن المهجر فوز النجاح يقدم لملك البلاد باكورة اختراعاته سيارة تعمل بالهايدروجين هي الاولى من نوعها في العالم فأي فخر واعتزاز تعيش على وقعه مملكة النجباء واي مكانة تنتظر المملكة التي حققت الريادة في صناعة السيارات وهي تواصل بثبات السيرة نحو المقدمة في هذا القطاع الصناعي الرائد اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج ملف خاص وفيها نعرج على فصل جديد من فصول النجاح لأبناء وبنات هذا الوطن الذي يقوده ملك يؤمن بالعبقرية المغربية ويؤمن لها البيئة الحاضنة من أجل مواصلة الخلق والإبداع يحضر معي في هذه الحلقة دكتور زكريا فران أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد خامس بن رباط اهلا ومرحبا بك مرحبا شكرا على استداره نرحب موصول أيضا بالأستاذ دريس العساوي الخبير والمحلل الاقتصادي أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا أهلا بكم إذن في البداية لنشخص الأمور بعض الشيء أكيد لكل منكم خلفية على المستوى الاقتصادي وتراكمات وربما مراقبة حثيثة وعن كثب لواقع المملكة الاقتصادي خاصة على مستوى القطاع الصناعي وبالتالي لكم رأي في هذا الموضوع بماذا شعرت سيل عساوي كمغربي أولا ولكن كرجل له دراية في مجال الاقتصاد تحديدا الصناع المغربية وأنت تشاهد تلك الصور التي أنا رأت القصر الملكي ومامس بن رباط باستقبال ملكي جميل مهيب لمبدعين لمبتكرين مغاربة في قطاع قد نقول بأنه يمثل جزء هام جدا من اقتصادنا الوطني على مستوى الصادرات أعتقد بأنه ما عشناه هو صراحة نقلة نوعية في صورة المملكة المغربية بهذا الاختراع إنه هذا ليس باختراع هي المغرب دخل إلى مجال صناعة الصيارات ليس اليوم بل منذ سنوات منذ بدأت التعامل مع مسألة الصيارات يعني مع ملدر البيضاء في الصمكة إلى آخر كان المغرب يستبدلوا كل الحاجيات التي تصنعوا في الخارج بما يمكن تصنعه هنا لكن الآن انتقلنا إلى مرحلة أخرى انتقلنا إلى مرحلة أننا نخترع آلة جديدة وحتى المادة التي تسيرها هي مادة متقدمة متطورة غير مألوفة بتاتا هيدروجين كيف يعني كيف نتعامل مع ذلك هذه أعتقد من المسائل التي تبعثوا على نوع من الافتخار والاعتزاز وهذه إشارة كذلك على أن الصناعة المغربية خطت خطوات ثابتة نحو الأمام نفس السؤال دكتور زكري أظن على أن ربما اليوم نحن نعتز على أن المغرب قد قفز القفزة النوعية جدا كما أشار إلى ذلك الدكتور العزيز ولكن أظن على أن المقاربة هي أكثر شمولية من ذلك عندما تكون هناك نهضة في قطاع صناعة السيارات فهذا يعني أو لا هو برهان على أنه ستكون هناك كذلك نهضة في الاقتصاد بمجملة والدليل على ذلك وأنه اليوم عندما نرى جميع الدول المتقدمة التي نعرفها ألمانيا، أمريكا، اليابان كل الدول حتى الدول اللي هي الدول الصاعدة ولدخل في دول متقدمة مثل الصين لا يمكن أن تكون هناك دولة من هذه الدول إلا وقطاع السيارات أو لقطاع انت السيارات هو وقطاع رائد في المجال الصناعي وهذا مرتبط بماذا؟ مرتبط بأن ميدان صناعة السيارات هو مرتبط بعدة قطاعات أخرى في المجال الصناعي لا يمكن أن يكون هناك قطاع سيارات إذا لم يكن هناك قطاع انتاج للحديد للألمنيوم لجميع المواد الأولية التي يدخل في بناء السيارات وليس هذا فقط هو كذلك يحتاج إلى منظومة ديال البحث العلمي وديال الابتكار لكي تخلي أن القطاع السيارات يجر معه والقاطرة التي تجر مع القطاع الصناعي كامل بالأمس عندما رأيت صور صاحب الجلالة أمام اختراعين أولا اختراع سيارة 100% تقريبا مغربية 65% نعم 65% هذا يؤسس لماذا؟ يؤسس على أنه هناك منظومة اقتصادية سوف تبنى حول قطاع السيارات في المغرب وهذه الإشارة المهمة لخصنام شوليا هناك الأمر الثاني عندما رأيت السيارة الثانية التي تبين على أن المغرب داهب نحو الطاقات المتجددة ونحو إنتاج مرتبط بالطاقات المتجددة فهذا يؤسس على أن المغرب سيصبح من بين الدول التي ستنافس في قطاع السيارات صحيح لن تكونها في السنة المقبلة أو السنة المبادة ولكن في العشر سنوات القادمة سيدخل المغرب عند معترك الدول التي تتنافس حول قطاع السيارات يجب أن ننسى أننا لخديث كمثال هناك الصين وكوريا ودولة مثل الهند التي نعرف بأننا دخلت إلى مجال السيارات تقريباً أكثر من 20 عام لقد دخلت اليوم المغرب في ضرف 15 سنة يعني بدنا المنظومة تصنيع السيارات هذه أقل من 15 سنة اليوم في أقل من 15 سنة قدرنا نوصله أن ننتجو سيارة مغربية هناك دول نذكر الإسمها مثل تركيا 60 سنة لكي توصل لبتكار السيارة 100% تركيا إذن هذا ما يبين مدى؟ يبين على أن هناك سرعة قصوى نحو منظومة تصنيع أنا لا أنظر فقط لصناعة السيارات ولكن أنظر إليها نعم وهي الأهم جميل بالفعل لأنها هي من ستخلق بيئة حاضنة تماماً كما فعلت المملكة باحتضانها لشركة رونو نيسان مثلاً والتي غيرت المعالم الاقتصادية لمدينة طنجة بل أكثر من ذلك أصبحنا نشاهد أن هناك شركات يابانية تستثمر في الإطارات مثلاً على مستوى الدار البيضاء وأخرى توجد في القنيطرة وهذه الشركة نيو موتورز محركها يصنع في مصانع القنيطرة وبالتالي اليوم بالفعل نحن أمام نقلة نوعية حقيقية ولكن الشيء بالشيء يذكر بمعنى آخر أنه لو لم تكن تلك البيئة الحاضنة التي وفرتها الاستراتيجية الملكية فيما يخص الاستثمار في قطاعات دات قيمة مضافة عالية على غرار قطاع السيارات لأنك لا تسبح في هذا العالم منفرداً هناك شركات ودول أرادت أن تستقطب الشركات التي تعمل لديك ولكنها فشلت المغرب قدم كل الظروف المواتية وأيضاً الوسائل اللوجستيكية على غرار الموانئ الحديثة اليوم كطانجمد من أجل استقطاب هذه الشركات ولا يمكن لمفكر عبقري كفوز النجاح أن يحيا في فرنسا ووالده يعمل لأكثر من ثلاثة عقود في رونو ومن ثم حين يفكر يرى المغرب متقدم في الهايدروجين الأخضر ويرى بيئة صناعة السيارات منفاتحة على السوق العالمية والأفريقية فيأتي ليستثمر هنا أو ليقدم باكورة اختراعاته للمملكة وللملك فهنا حصد لثمار عمل دؤوب سيل عيساوي أعتقد بأنه ما كان دائماً يقوله الملك محمد السادس في العديد من الخطب في العديد من اللقاءات الإعلامية يقول بأن المغرب دولة حتى نتذكر كذلك ما كان يقوله المرحوم الحسن الثاني في هذه المسألة فالمغرب دولة قادرة على أن تنشئ عدداً من المسائل التي هي متقدمة جداً الآن تحدث عن مسألة تقنية ولا وهي صناعة السيارات كما قال الأستاذ فهناك يعني مجموعة من الآليات التي تدخل في هذا السياق لا يمكن أن تقول من اليوم للغد أنا اليوم أصبحت أنتج سيارة تشتغل بالهيدروجين هذا ما معناه؟ معناه بأنك قطعت بصفة نهائية مع كل ما هو موجود في السوق المحيطة بك هذا هو الإشكال فأعتقد بأن المغرب الآن سيقدم سيارة لها القدرة على أن تكون قادرة على أن تسوق في دول إفريقية وغربية حتى نعم وغربية وغربية لأنه لماذا؟ هذه السيارة تشتغلوا بالهيدروجين ما عنداش إشكال كبير في التزويد بالوقود كما هي أنه ستكون عندك لابدى واحد المحل لموجود فيه الوقود إلى أخير موجود متى تكون أماكن تتوزع هذه الآليات التي تحول الهيدروجين إلى كهرباء هذه مسألة مقدورة لها صراحة وممكن حتى من ناحية اللوجستيكية أن يتم محلها بسرعة كبيرة أهم شيء أنا أرى أن أنظر إليه فكيف أن في المغرب موجود الآن إن هذا معمل مصنع تم إنشاؤه من أجل تصنيع هذه السيارات سيشغلوا ما لا يقل عن 580 عامل في مرحلة أولية في مرحلة أولية وهو أنتج اليوم خمسة ألاف سيارة هو موجود في عين عودة يعني ليس ببعيد يعني ليس ببعيد عن عاصمة الربات فهو أنتج ذلك وهو مستعد لأن ينتج أكثر بالتالي أعتقد نحن سنتقدم إلى مرحلة أخرى ألا وهي إيجاد الطريقة والسبل لبيع هذا المنتوج صحيح وليوضعه بين يدي المستهلك ستتحدث عن التنافسية سنواصل الحديث في ذلك ونرى أولا السيارة التي نتحدث عنها يعني نانكس ستنتج ينتظر في قضون 2025 أن يبدأ الإنتاج ولا أعتقد أن بالأمس الاستقبال الملكي بالتأكيد له ما بعده يعني اليوم هي رعاية مولوية لهذه الاستثمارات النوعية لا من طرف السيد ناسيم بالخياط ولا من طرف السيد أيضا فوزي النجاح أريد أن أدقق نوعا ما لأنني لدي مغزى من طرح هذا السؤال ويتعلق تحديدا تحديدا بمغاربة العالم ولعلكم جميعكم تتذكرون الخطاب الملكي السامي الذي تحدث فيه عن ضرورة إدماج مغاربة العالم داخل النسيج الارتصادي الوطني والاستفادة من إمكانياتهم سعلا دون استثناء حتى اليهود المغاربة الذين يتواجدون في العالم خصوصا اليهود المغاربة والملك محمد السادس يعني يعي القيمة التي يتوفر عليها هؤلاء على المستوى الفكري على مستوى الإبداع على مستوى الابتكار على مستوى الخلق وكيف يمكن أن تنعكس على عالم المهن الجديد داخل نسيجنا الاقتصادي الوطني اليوم لا يمكن أن يأتي فوز النجاح ويرفض فرنسا بما قدمت من مغلايات يرفض حتى شركاءه الإيطاليين الذين صمموا هيكل السيارة والذين يتعاونون حتى مع الصين والذين سيارتهم اليوم التي تعمل بالطاقة الكهربائية الهايبرد تسوق حتى في السعودية فبدأوا الإنتاج ويرفض كل ذلك ويأتي من معرض باريس إلى معرض روما وصولا إلى الرباط وهذا التنسيق وهذه الرعاية وكان قد جالس مولاي حفيظ العالم ومن بعده السيدة مزور فهنا الإشارات التقطت بالنسبة لك دكتور زكريا وصول مبتكر من هذا النوع والدخول في هذا المجال يمهد الطريق أيضا لأجيال أخرى تقيم في كندا في فرنسا في إسبانيا في كل أنحاء العالم من مغاربة المهجر أظن بأنه كما أشرت إلى ذلك وأنه رؤية سديدة تصاحب الجلالة وكن أظن بأنها رؤية صحيحة 100% وأنه اليوم المغرب يجب أن يستعمل جميع القوى التي يمتلكها سواء القوى الداخلية أو القوى الخارجية وأظن أنه قد أشار إلى ذلك بطريقة مباشرة في خطاب من الخطابات الأخيرة تصاحب الجلالة وفي الإطار أنا كنظن بأن رؤية ديالي بنسبة لمغاربة المهجر أو لمغاربة الخارج هو أنهم يمثلون ما يسمى بالتاسك فورس يعني إحنا لدينا واحد القوى ليس فقط في المجال هذه الصناعات لقد تعرف بأن من كمشي مثلا من كمشي مثلا البريطانية يعني مثلا في اللندن سيتي فينانس سيتي ديالهم يعني القطب المالي البريطاني اللي هو من أكبر الأقطاب تكثر من 12% للتعاملات المالية هناك مغاربة متواجدون في جميع المؤسسات الكبرى وقد تندهش في جميع المؤسسات الكبرى في الجولدمن ساكس هناك متواجدين في ما يسمى الدوتشباك هناك مغاربة في بلومباك إلى آخره وأعرف يعني إحنا في جميع المجالات المالية الصناعية المجالات المرتبطة كذلك بالبحث العلمي المرتبطة بالدراسة مسائل الدراسية جامعية أولاد مغاربة متواجدين في جميع المجالات اليوم كنظن بأن الرؤية هي هذه لأن نحن خصنا نفهم واحد القضية بأن الباع التكنولوجي ما بين المغرب وما بين الدول المتقدمة هو مهم والطريقة دينا باش يمكننا نجلبه بطريقة سريعة التحول التكنولوجي المغرب هي أننا نستند أو ناخد بالأكتاف دي المغاربة المقيمة بالخارج اليوم عندنا واحد ما يسمى بواحد طفرة نوعية في المجال دي السيارات عن طريق الهيدروجين وهذا لا يجب أن نأخذه فقط من ناحية البحثية أو من ناحية إخراج السيارة هناك اليوم صراع في جميع المؤسسات والشركات الكبرى دي السيارات حول ماذا سيكون مستقبل السيارات هناك من يتحدث ولا أريد أن نذكر أسماء الشركات هناك من يعتمد على ما يسمى بالكهرباء هناك من يعتمد على يعني مزيج ما بين ما يسمى بالبتخول والكهرباء وهناك اليوم الفكرة مرتبطة بالهيدروجين وخصنا من نسوش بأن وراء هذه الفكرة هناك دولة كبرى في تصنيع اللي هي ألمانيا ألمانيا اليوم تؤمن بأن الهيدروجين الأخضر سيكون هو المستقبل عند قطارات تعمل بالهيدروجين الأخضر يعني عندما أقول هناك قوى كما أعشرتم إلى ذلك هناك تجادبات على الصعيد الدولي من سيقود معركة التحول في قطاع السيارة اليوم المغربي بثقة ابنك المهاجر الذي تعرض لمغريات في معارض باريس وروما واليوم رأى حتى المملكة المغربية وهنا هذه سياسة الاحتضان يعني أن المغرب وتبليد الطريق أن تفاعل في الهيدروجين الأخضر في الأمونياك الأخضر يعني المغرب ركمت تراكمات في هذا الإطار وفاعل في صناعة السيارات فوفرت له كل ما يمكن توفيره فكانت هناك ثقة في وطنه وهذه المعاني وهذه المعاني مهمة مهمة جدا أظن على أن أنا أتحدث عن ذراية المغاربة المقيمة بالخارج المتواجدون في جميع القطاعات وأعرف منهم الكثير هما مستعدون ليبدولوا الغالي والنفيس من أجل المغرب وأنا أقول وأعلم ما أقول وهنا في الإطار هذا كنظن بأن كانت هناك الحاضنة بالنسبة الهيدروجي الأخضر وبنسبة للسيارة الياناميكس من أجل أن تكون من أجل إخراجها إلى الوجود وكنظن أننا يمكننا حكي في جميع المجالات نفس ما وقع في قطاع السيارة ولديه براءة اختراع نعم لديه براءة اختراع يعني أمور واضحة وأضيف على ذلك على أنه كما قلت بطريقة استراتيجية أننا ندخل في حيز الهيدروجين مع دولة مثل ألمانيا هذا يعني أنه ستكون هناك لن نستشرف ما سيقع في المستقبل ولكن أظن على أن التوجه الألماني ليس عابة أنه يتوجه نحو الهيدروجين الأخضر يعني خدا وهنا هذا بعد عاو تاني لنخصم شوفه بعد أكثر استراتيجية أظن بأن هناك البعد الإفريقي لا ننسى على أن قطاع السيارات الأكثر اهتراءا أو للأكثر مهترئا في العالم هو في أفريقيا وهناك استطلاعات على أن أكبر إنتاج للسيارات سيكون في أفريقيا والمغرب والدولة الوحيدة القادرة على أن تكون المصدر الأول بالنسبة للقطاع أشكرك فيما يخص السيارة لا بد أن نتحدث عنها وأنا لن أبخى سيعني نسين بالخياض حقه لا سيكون معنا أيضا حديث عن نيوموتورز وهذه الكفاءة المغربية الشابة التي تقدم عمل بدأ بالفعل قلنا 5000 سيارة تم إنتاجها و27 ألف وحدة ستكون خلال السنة الحالية في تفاصيل هذه السيارة بقوة 550 حصان نتحدث عن نامكس يمكن أن تصل إلى سرعة 100 كيلومتر هي رياضية سرعة 100 كيلومتر في 4.3 هذا أيضا رقم يحسب لسي نجاح فوزي في نفس الوقت يمكن ملؤها بالهايدروجين الأخضر الذي سيتحول عبر 6 كابسولات تتقع خلف السيارة بثلاثة دقائق فقط ويمكن أن تسير وفقا للتعبئة هذه من الطاقة لـ 800 كيلومتر دون انقطاع هذه المميزات المبهرة والجميلة التي تجعلها أول سيارة في العالم تعمل بالهايدروجين ولكنها ذات مردودية يعني على مستوى المميزات التي تقدمها ويعشقها كثر في عالم السيارات وعلى مستوى الشكل الذي صممته شركة إيطالية يعني بارعة في هذا المجال على مستوى تصميم السيارات أنا في تقديري هذا وصف لاختراع مغربي ولما نقول اختراع مغربي أقول ذلك بأن أقوى ما يمكن أن نعطيه من شحنة لهذه هذه الكلمة أن المغاربة لم يأتوا ليرددوا ما كان يقاموا به شركات التي صنعت سيارات في المغاربة معروفة الطريقة العمل معروفة إلى آخره ولكن الآن هذه المغاربة يريدون أن يأخذوا مكانا أن يضعوا أرجلهم في موقع فيه منافسة شديدة جدا ولا يمكن أن تحتلها إلا إذا كانت لك القدرة وعلى ذلك لماذا عندنا حكم الحكم هو السوق الذي نحتكم إليه فبالتالي عندك حكم بالنسبة للتمن حكم بالنسبة الفعالية حكم كذلك بالنسبة لهذه السيارة التي ستكون مجهزة لتعبر آلاف الأميال في الأراضي المغربية وخارج الأراضي المغربية في إفريقيا وبالنسبة للأسواق أيضا وخاصة أن أي دولة تقدم على إنتاج من تجمى عليها أن تفكر في التنافسية اليوم تحدثت قبل قليل عن المملكة المتحدة في المملكة المتحدة نارتها تدخل للندن وأنت سيارتك على الوقود الأحفوري ستدفع ضريبة يعني من واجبات الدخول إلى لندن دفع ضريبة بينما السيارات الهايبرد الهجينة أو حتى التي تتعمل بطاقة الكهربي لا تدفع هذه الضريبة لولوج بعض المناطق في المملكة المتحدة فهنا وكأن كان فتحت على سوق جديدة أيضا الأوروبيين لديهم حساسية تجاه البيئة وبالتالي قد يكون السوق الأوروبي حاضر بالنسبة لهذه السيارة كما تحضر تسلا مثلا في مجموعة من الأسواق هذه مسألة مرصبة بالمستقبل الأوروبيين لهم حساسية ولهم يعني اعتبار خاص لهذه المسائل لماذا؟ لأنها تتكلم عن المستقبل لأن كل مسؤولين وكل مختارعين وكل المطورين لمجالات التنقل كانوا دائما ينظرون إلى ماذا سيكون غدا هل ستكون الهيدروجين هل ستكون الهايبرد نعم كل هذه الأسئلة تم طرحها لكن اعتقد هؤلاء الشباب اهتدوا إلى أحسن صيغة لاختراع سيارة قابلة لاستعمال في ظروف اقتصادية مقبولة بني فيارينيا هي الشركة الإيطالية التي لها مجالات عديدة من التصميم يعطونا فقط سيارتها الحديثة التي خرجت في 2023 شاهد معي دكتور زكريا تسوق في الأسواق الأسيوية والأوروبية اليوم وهذا استثمار ضخم جمع ما بين القدرات المحرك والهيكل التي تصنعها هذه الشركة وإيضا الشركة الصينية أخرى فكان هذا هو المنتوج الجميل حتى الهيكل كيف يحاكي عالم الذكاء الاصطناعي وجمالية المنظر فهذه الشركة هي التي صنعت هيكل سيارت نامكس المغربية لصحبها فوزي النجاح اليوم جميل المنظر وكيفية تزويد المحرك وووو ولكن أعتقد هذه الصناعة تحتاج إلى منصات لوجستيكية أخرى وتحتاج أيضا إلى مصانع لصناعة قطع الغيار تحتاج إلى مزودات بالهايدروجين الذي سيملأ هذه الكابسولات الست ليتحول إلى طاقة كهربائية أي أننا نتحدث بطريقة أو بأخرى عن عجلة إنتاج متواصلة مستمرة تخلق المزيد من وظائف العمل ونتحدث عن ضرورة تكوين المكوين في هذا الإطار صحيح هذا ما أشرت لي هو أن قطع السيارات لا يكون جدوى إلا إذا كان قطعا رائدا من نسبة المجال الصناعي وهذا ما تحكي جميع الدول وليس عبطا أن جميع الدول متقدمة في المجال الصناعي للسيارات ليه اليوم دول متقدمة خليني نضيف واحدة المعلومة مهمة لقدر يستفيد المشاهد اليوم نسمعه مثلا في أوروبا أو في أي دولة في أوروبا من دول المتقدمة أو لولئة المتحدة الأمريكية نسمعه لأن نتيج الداخلي الخام ديلار تفع بـ 3% نقطة واحدة من تلك ثلاثة جاء من قطاع السيارات ومن القطاعات المرتبطة بقطاع السيارات وهذا ليس بأمر هين يعني اليوم إذا قدرنا نرى قطاع السيارات بالطريقة التي نريد أن نرى نعرفها يجب أن نضمن وبعدها واحدة نقطة في النمو دينا اللي ستجينا من هذا القطاع هذا وبالروافد المرتبطة بهذا القطاع هذا وهذا أمر مهم يجب أن نعرفه ثانيا كنظن بأن اليوم هو صاحب الجلال أعطى إشارة على أن الفكرة وأن الحاضنة اللي هي المغرب وعلى أن الأفكار التي يجيبها المغربة سواء مغربة مغربة الوطن أو المغربة المقيمة بالخارج هي أفكار تجد موطئا لها موطئ قدم في المغرب ولكن اليوم سياسات الدولة والسياسات الحكومية والسياسات الاقتصادية ستواكب هذه الأفكار اليوم ستكون عندنا الاستاختاب الشركة الصغيرة التي ستدل الأفكار الجديدة والتي ستحاول نضيلي الهيكل ولكن لنضيلي الهيكل في إيطاليا مزيان سنضيلي اليوم ولكن سنفكر على أنه يكون عنده اليوم قدرات هيكلها في المغرب محركها يترة كل ما يدخل الآن في السيارة يجب أن نجد له تفضل يجب أن نجد له شركات صغرى لتقدر تخرج لها نفس المنتج ويكون كله مغربي 100% وهذا يجب لا يمكن أن يكون إلا بمواكبة من السياسات العمومية التي تقوم بها الحكومة وسنتحدث عن نيو موتورز لأنها نسبة الإدماج وصلت لـ 65% يعني بقى 35% أعتقد أنه مقدور عليها لن تقف الكفاءة المغربية عجزة أمام استكمال أن تكون هذه السيارة مغربية 100% وقبل أهدرتي على شركات السيارات التي تساهم في الناتج الوطني شركات السيارات أصبحت تنشئ بنوك خاصة لها أي التمويل المصري فيه المستثمر الأول شركة صانعة للسيارات شكرا لك دكتور دريس العيساء شكرا لك دكتور زاقرية فيرانو وأنت أشتر الاقتصاد في جامعة محمد الخامس بالرباط وصلنا لختام الجزء الأول مشاهدين الكرام من ملف خاص نعود وإياكم إلى الزميلة إيمان أغتان هناك في استوديوهاتنا المركزية في طانجلة المتابعة باقي فقراءة هذه الفترة الإخبارية المسائية ونلقاكم بإذن الله في تمام السابع ونصف لنواصل الحديث أيضا عن هذا المنجز الكبير الذي أبدعه شباب مغاربة يطمحون إلى العالمية وبالفعل وصلوا ووضعوا الخطوة الأولى في هذا الطريق شكرا لكم على حسن المتابعة إلى اللقاء مع السابع ونصف